الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على خير إنسان صلى الله وسلم وبارك عليه وآله ومن تبعهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين أحبتنا في الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يحكي قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية قال له واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى أحبتنا في الله السؤال الذي يطرح نفسه هل حفظت الله؟ هل تحفظ ربك في نفسك؟ هل تحفظ صيامك عن أن تلوثه بكلمة بفعل يشين هذا الصيام؟ فالصيام على أنواعه الثلاثة صيام العوام وهو صيام عن الطعام والشراب فهذا ما حفظ الله في الصيامه وصيام عن الطعام والشراب والجوارح فإذا بكل جارحة تصوم لكن خواطره وشوارده ما صامت وصيام خواص الخواص الذين حفظوا ربهم في شهرهم وفي صيامهم فصاموا عن الطعام والشراب وصاموا عن الكلام الضار والغيبة والنميمة وصامت جوارحهم فلم تمتد اليد ببطش ولا بسوء ولا برشوة ولم تمتد الرجل في سعي إلى معصية فحفظوا صيامهم فقبلهم الله فهذا صيام خواص الخواص فإذا بالنبي يقول لابن عباس احفظ الله يحفظ قالوا إن الإمام القرطبي بلغ المئة عام وصحته في شدة فإذا بهم يسألونه فيقول نعمة أنعم الله علينا فحفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر فيا أحبتنا في حبيبنا ونبينا محمد هل تحفظ ربك في أوامره فتستجيب لأمره وتنتهي عن نهيه فلا يراك إلا حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك يفتقدك حيث نهاك فلا توجد ويجدك في كل أمر أمر به سبحانه وتعالى فتحفظ أمر الله وناهيه بقول ابن مسعود إذا قيل يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك وبصرك فإنها إما خير يؤمر به وإما شر ينهى عنه هل حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ألنا ألا إن موعدكم الحوض من أراد أن يرده علي غدا فليكف في يده ولسانه إلا مما ينبغي فإذا بأناس يأتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فتبعدهم الملائكة فيقول إن هؤلاء من أمتي فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيا عباد الله فيا من أحب الله احفظ الله في طاعته في عبادتك احفظ رسول الله في اتباع أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم احفظ جوارحك من أن تفعل شيئا لا يرضيه احفظ زوجتك في أن تكون قائدا لها إلى الجنة احفظ أولادك بتربية صالحة ليكونوا في ميزانك بعد مماتك أسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا هذه العبادة وهذه الطاعة وأن يجعلنا ممن حفظ صيامه وقيامه وأن يجعلنا في هذا الشهر من الفائزين ومن المقبولين ومن عتقائه من النار اللهم آمين وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر